هلا والله اليوم جهز لكم حلقة دسمة ورهيبة لكن قبل ما نبدأ حاب أقال لكم عن حاجة واللي هو معرض Gamer's Con وراح يقام فيه جدة في معارض الحارثي ويكون فيه فعاليات مختلفة مثل بطولات البرواتش وليغ اف لجنز وفيفا وغيرها وتجربة تجربة ألعاب جديدة مثل فورزا سبن واساسين كريد اوريجنز وطبعا تجربة أقوى جهاز ألعاب في العالم الإكس بوكس وان اكس وراح تكون فيه بطولات ألعاب الكروت والطاولة وايضا بطولة الكوسبلاي لاحظة لاحظة وش ده ملق غير هذه الصورة لي؟ طيب هذي أحلى ليش محطوها؟ مهم ما علينا خلونا نشوفكم في Gamer's Con والحين خلونا نبدأ في المرتبة العاشرة عندنا البلاي ستيشن ماوس ما قدر يمين فكر أن الموس بيكون منتج ممتاز بلاي ستيشن خصوصا أن الألعاب الاستثجي عليه تنعد بالأصابع يعني ايش قالوا نخليهم يلعبون تيكن بالماوس مثلا؟ والمرتبة التاسعة عندنا توني هوك رايت سكيتبورد ألعاب سكيتبورد أو لوح التزلج لها شعبية كبيرة عند الغرب خصوصا سلسلة توني هوكس طبيعي أنهم فكروا أنه يصنعون طريقة جديدة للتحكم صح؟ غلط لأن اللي سووه كان كارثة هو عبارة عن لوح فيه مستشعرات الحركة تخليه تتحكم في التزلج في اللعبة لكن كان سيء الاستجابة عشوائي جدا يعني يصنون حركات رهيبة هم يدرون عنها أو أنهم يجبون العيد سكعون بجدار والمصيبة الأكبر سعرها كان 120 دولار مع اللعبة والمركز الثامن معانا ترز ترينز فكرتها بيصده جدا جهاز يكون فيه تزاز مع الأغاني الموجودة في اللعبة سعره كان غالي ومنتج ياباني فقط طبعا ما كان لا فايدة أبدا يعني مزهرية أما المركز السابع معانا الجق كون كنترولر هذا واحد ذكي مرة يشتغل في نامكو فكروا قال ليش ما أجيب يد بلايستيشن وفي الوسط بحب دراكسون يخلي اللاعب يعيش الدور كأنه راكب سيارة حقيقية طبعا فشلت فشل دريع يعني أول شو شو شكله بالله عليكم هذا شكل يد تحكم فيها دراكسون بالوسط ولا شكل يد بلايستيشن حطين وسطها قرص تليفون ذا القديم اللي تدق عليه تلفة لفة مشوارش عن تدق رقم يعني من جد قلة حقيقة والمصيبة الأكبر استجابتها كانت سيئة يعني عادي جدا تصدم بجدار وانت وسط السباق وانت متحمس وطبعا مو خطأ كنت لا خطأ اليد نفسها والمصيبة الأكبر وأكبر شو كان مصيبة موجودة هنا كانت مخصصة للعبة ريج ريسر فور فقط وما تشتغل مع أي لعبة ثانية بالشكل المطلوب يعني أورادي ريج ريسر جايب العيد بعد في ألعاب ثانية أنسى والملكت سادس معنا البوكت ستيشن عد هذه القطعة كانت عندي أنا شخصيا وأذكر أنه كان فيها بس ألعاب ألعاب تدعمها اللي هي سيتفايتر ألفا ثري فانفانسي ايت ونسيتوش الأخيرة الزبدة فكرة أنه عبارة عن كد ذاكرة مدموج فيه شاشة وتحكم وعن طريقها تقدر تلعب بشخصيتك اللي مثلا في سيتفايتر ألفا ثري وتطلع مثلا يعني تطالع مشوار أنت أنك تدربها أو حاجة زي كذا وأيضا في لعبة فانفانسي ايت تقدر تدرب لتشكب وحقك وتربيه ويعطيك أدوات تستخدمها في اللعبة للأمان الفكر كان جيدا نوعا ما لكن اللي قتلها أنه ما كان فيها دعم كافي لها وصارت خردة مع الوقت أما المركز الخامس معنا أسكي وون هاند كريب فكرتها بسيطة جدا أنك تتحكم بيد وحدة تتحكم بيد وحدة تتحكم شايفين المشكلة هنا ولا لسه بيد وحدة كيف تتحكم بيد وحدة إذا أنت لازم تكون ماسك يد تحرك فيها الشخصية واليد الثاني تغطر أزهار كيف إيش كان يفكر الاختراع الجهاز هذا ارتفع ضغطي من الغباء الموجود فيه معلينا أعطنا اللي بعده والمركز الرابع معانا The Club أستغفر الله العظيم وش السالفة كانت موضع عندهم ولا إيش من يبي يتحكم بيد وحدة واليد الثاني يفعل فيها بس على الأقل هنا فكروا شوي وخلوا زر الحركة الانولوج عند الإبهام وباقي الأزرار لكل أصبع بس طبعا تعتبر خردة مين بيلعب تيكن أو كراش فيها كراش يمكن تلعب فيها لكن تيكن صعبة ما أتقت ولا أحد يكتب لي تحت بالتعليقات أنه طلعوها على أساس يمكن للناس اللي عند مقطوع يدهم أو شيء زي كذا لا لما سوقوها سوقوها للجميع ما جابوا طاري ولا أحد أذكرها كنت أشوف لها دعايات وكنت أقول مين اللي بيشتري هذه اليد المركز الثالث معنا النيجي كون الله تذكرون خوينا اللي اخترع الجوي كون اللي قال بحط دراكسون وسط اليد انطرد من شغله واشتغل في مقصله وهجالة ينشف الملابس جيتها فكرة ليه ما سويت تحكم سيارات وتحكم يكون عن طريق التنشيف صاحي انت وطبعاً طلعت اليد باسم نيجي كون فكرتها انك تلف بالسيارة عن طريق تدوير النص الأيمن والأيسر يعني لحظة مخج سعرفها ومعقدة عشان تلف من يسار لكن الأمانة الاستجابة كانت ممتازة فيها بس المشكلة ما كانت عملية أبداً وجودتها سيئة خصوصاً للزار تخيل خوينا هذا اللي يشتغل في محل فول اش بيسوي؟ وفي المركز الثاني سول كنترولر هذا اليد كان ضمن باقة نموشة ثري ديمون سيت فكرتها انك تضرب السيف والبطل في اللعبة يضرب السيف فكرة ممتازة صح؟ نوعاً ما المشكلة كانت ان السيف كله فاضي يعني الفوق الجزء في كله فاضي عبارة قطعة بلاستيك والمستشعر هو مقبض السيف يعني لو تشيل السيف وتخلي المقبض الحاله كذا فاضي وتضرب فيه راح يضرب نفسه شخصياً يعطيه نفس الاحساس اللي كنت سوي قبل من ناحية اللعب لكن للأسف مين يبغى يضرب في مقبض السيف وطبعاً كان التحكم سيء خاصة ان الازار كانت على مقبض السيف نفسه فلخبطه صارت الموضوع وكانت غالية جداً قيمته بعد اول المركز الاول معانا ريزنت ايفل فورد شينسو كنترولر الخاصة لجهاز البلاي ستيشن 2 هذه عاد فيلم هندي المصيبة انه في نسخة ذات الجيمكيوب قبله وسبون الناس طبعاً كابكم قرأت انها تعيد او نقول تعاند الناس كالعادة وتطلق نفس يد الجهاز طبعاً التحكم سيء وغريب ومو مريح بس الحق يقال شكله ارهب من حق النسخة الجيمكيوب وشكله ان انت تودك تقنيك تحفو فنية خذه ما اقولك لا وحتى ما اضفوا التحسينات عن نسخة الجيمكيوب انه محطوا هنا استشعار بحيث لما ترفع نفسه هذا على فوق المنشار ليون رح يرفع المسدس حقك انه قاعد يطلق لكن طبعاً هذا الشيء ما ساعد ايضاً في التحكم وهذه كانت حلقتنا للتوب 10 اكتبوا رأيكم تحت في التعليقات وعلمونا لو كان فيك سورة ثانية ما ذكرناها وعطونا اقترحاتكم تحت في التعليقات ايضاً كان معكم فهد الشيحة مع السلامة